اه.. وفي الاخر يا ريت نسمع لنا كلامًا مع حازم وبركات يا ريت نسمع لنا حازمه ولكن هي الانعرع الكتابين يعني يعني يقولكي.. اصل حازم يعني مش هو اللي determining مش هما اللي يقولون مش هما اللي يقولوا ما المين اللي يقول يا فندم مين اللي يقول يا فندم ان الاساس جمال علام يعني عمره ملائب كرة معرفش على حد علمي يعني ما يعرفش أكيد في فنيات كرة القدم ولا بقية الموجودين ما عرفش هل هم اللي يختاروا فني أنت حضرتك من حقك الإداري تعمل فيه اللي أنت عايزه ولكن لما حزم مباركاتي يتكلمه فنيا فنيا أنا بتكلم فنيا يبقى لازم ينصط ليهم على الأقل أنا هنا ما بدفعش بالمناسبة عن حزم مباركاته كان لازم يكون ليهم موقف أفضل من كده تحديدا لكن أنا أنا بتكلم على الكلام اللي تقال في الاتحاد ساعته قالك يعني مش حزم مباركات اللي حيمشونا فكل اللي بيحصل ضد الاتحاد لكن هل هناك استقالات طلع فلان وطلع اللان وقال لهم استقيله وقال لهم اعمله كل ده كلام في الهوى محدش هيستقيل أنا بقول لحضرتك لغاية قبل ما خش بنص ساعة فيش حد هيستقيل كلهم مكملين وشايفين انه هم قد والله بجد اللي أنا بقوله ده معلومة قد يكونوا مخطئين ولكن حيصلحوا غلطهم حيصلحوا غلطهم على طول في قبل نص الأسبوع اللي جاي ده اللي أنا فاهمه يعني بعدما يتم اختيار المدير فني للمنتخب ومدير فني منتخب الأولمبي وسيتم اختيار المدير فني للاتحاد المصري لكرة القدم حاجة كتيرة جدا ممكن تحصل وكل ده ممكن يتأجل بسبب القاعدة يوم الخميس لأنه من الممكن نحنا نرى يعني انقسام في بعض القرارات عايز أقول لحضراتكم إن لو الكابتن إهاب جلال كان كسب كان قاعد لو كسب النهاردة كان قاعد ده برضو كلام من الكواليس الكابتن إهاب جلال لو كان كسب النهاردة كان قاعد لكن هو ما كسبش النهاردة وزي ما حضرتك شفت المستوى الهزيل اللي ظهر به منتخبنا الوطني المستوى الهزيل اللي ظهر به منتخبنا أمام إثيوبيا من الناحية الفنية طبعا المستوى الهزيل اللي ظهر به أمام غينيا حتى غينيا المباراة الوحيدة اللي انت كسبتها اللي كانت في استاذ القاهرة كانت مباراة سيئة كلنا قلنا هذا الكلام لكن قلنا لا مش هنحاسب الكابتن إيهاب لأن الكابتن إيهاب يعني أول مباراة ليه هنحاسبه بعد ثلاث ماتشات الثلاث ماتشات خلصه فمن حقنا أن احنا نحاسبه على الثلاث ماتشات باكيج لا الثلاث ماتشات أسوأ من بعض الثلاث ماتشات أسوأ من بعض لأن اختيارات لعيبة غير صحيحة الحقيقة يعني تخيل حضرتك أن بيبقى مش عايزة أجيب أسماء ولكن مجموعة اللاعبين اللي موجودين لهم دور كبير جدا جدا في هزيمة المنتخب بهذا الشكل ولو كارلوس كيروش اللي كان وقف برا كان ممكن نشوف اللي حصل في أسيوبيا أنا بسأل سؤال هل لو كارلوس كيروش اللي وقف برا كان ممكن نخسر النهاردة 4 من كوريا معرفش